موسيقى النجم الشاب حسن الرداد تقلق في الفترة الأخيرة سينمائياً وتلفزيونياً بمجموعة من الأعمال الجميلة شفناه في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل حق ميت اللي شاركت في طولته الفنانة ضرة وحقق نجاح كبير كمان سينمائياً شفناه في فيلم زنة ستات اللي الحقيقة حقق اتراضات عالية جداً تعالوا مع بعض انتابع من خلال لقاءنا مع حسن الرداد تفاصيل أكثر عن مشواره الفن نجم الشاب حسن الرداد متعتنا في شهر رمضان اللي فات بمسلسل حق ميت المولد وصحبه غايب كنت بتنفس نفسك في رمضان 2015؟ لا خالص ان مسلسل حق ميت ومسلسل جديد والناس عارفها انه مسلسل مولد وصحبه غايب مسلسل قديم ومسلسل مولد وصحبه غايبه بطولة جامعية لنا أنا وهايفا ومدام فيفي وباسم سامرة وكل الأسلزة اللي كانوا موجودين لكن في حق ميت الوضع يعني مختلف ان الواحد يعني شكله مختلف عن العمل الاولاني ده ومسلسل حق ميت كان متوزع ويعني الناس بتبقى دايما عارفة انه ده عمل جديد فما كانش مؤثر يعني تقليك تجربة مهمة جدا في دراما خارج رمضان ادم وجميلة رأيك في التجارب اللي بتحاول تخرج برا اطار رمضان؟ جميلة جدا والدراما عموما منفع الشق مختصر على شهر واحد بس لازم السنة كلها الناس تفرج على مسلسلات الناس تفرج على تقدر عليه في رمضان وتقعد تفرج على الباقي باقي السنة فحلو نبقى فيه مسلسلات طول السنة ان واحد واحد صغير كان بتفرج على مسلسلات طول السنة يخلص يبقى فيه مسلسل بعديا السينما اخبارك ايه فيها في عمل جديد انا عارف اه ان شاء الله فيلم جديد باذن الله اسمه ايه؟ والله لسه معرف انا عندي يعني كزا فكرة لسه ما استخرتش على حاجة بسرعة بتقيم تجربتك في السينما ازاي؟ شايف ان خطواتك بنفس مستوى خطواتك في الفيديو ولا اعلى؟ يعني الحمد لله انا عملت فيلم في السينما فيلم زن ات ستات والحمد لله اعملت مسلسل في رمضان ومسلسل نجح جدا واخد في السفتاء بصيرة مثلا قاعدة نسة مشاهدة في رمضان فهموا يعني الحمد لله على مستوين انا بقى حريص ان في السينما وفي التلفزيون الواحد ينجح في الاتنين وده مشكل بالنسبة لنا صعوبة السنة الجديدة انها لازم انجح في السينما او يعني عايز اعمل حاجة كويسة في السينما احسن من الفيلم وبرده مسلسل احسن مسلسل الفيلم اشتركوا في القناة